طيب، احنا النهاردة عملنا المتحف الكبير وعملنا المتحف الحضارة هيرجع بقى للصعيد يعني هروح للصعيد شايف المنطقة دي وضعها ازاي دلوقتي وازاي نطور برضو امو انت الشغل اللي بتعمل في أسوان وابو سيمبل ولقصر والكروز اللي بيطلع من لقصر لأسوان ويرجع تاني سبع اليالي حلم من الناس بتسافر يعني انا اقول لك حاجة انا جالي في 2013 كنت مسافر امريكا استاذ زائر فجالي اتنين شباب واحد مصري واحد بولاندي وقالوا اعمل لنا محاضرات للصياحة والعيال كان معهم بين 150 الف دولار صارفوا في الدعاية انتعالوا قابلوا زي حواس فبدأ كنت بقى بقابل يجي 5-6 جروبات بعملهم محاضرات يرجعوا من رحلة الكروز ده طبعا انت لقصر البر الغربي على اعلى مستوى هناك ترميم وهناك اكتشافات وهذا الملوك وعب نعمل حفايرة احنا وانا بقود مجموعة من الشباب بنحفر لا انا مقتنع بدأ بس هل احنا يعني استطعنا الترويج الحقيقي الملائم للموجودة انت ما تحتاجش تروج لاثار الفرعونية انت محتاج تعمل رسالة ان مصر امان لان انت ضدك ناس كثير جدا طبعا وضدك دول بتحاول توقفك وتوقف بس حوالين الاثار نفسها لابد من بيئة محيطة تجزب الساقة البيئة في الاثر على اعلى مستوى في اسوان على اعلى مستوى ابو سيمبل يعني هناك اهتمام من الدولة بحماية الاثار في هذه الاماكن طول عمرنا يعني انت روح تشوف اثار السهاج في معبد سيتي معبد رامسيس المقابر ملوك الاثر وعباد هناك اذا المناطق دي كلها بيتم فيها ترميم وبتم فيها عمل على مستوى عالي جدا لكن اهم حاجة انت مش بحتاج تعمل لها دعاية لان الدعاية موجودة انت لو جبت الطفل صغير انا بقول دايما عنده 8 سنين وقلت له مصر يقولك تتعنخ امون والهرام انا عامل سكايب لسه قريب في المدرسة ابتدائي العيال كلهم عاملين ماسك اللي عامل حطحور اللي عامل تتعنخ امون ويكلمني عنه يعني اذا الحضارة الفرعونية مغروسة في قلوب الناس في كل مكان في الدنيا اهم حاجة دعاية ان احنا نقول مصر امان تعالوا تمام في بقى حاجة كمان يعني افتكر انا الاول نفكر فيها بجدية شديدة جدا ليه دايما بشوف بعثات اجنبية للتنقيب على الاثار هل كل السنين اللي فاتت دي والعلم اللي عندنا ده كله ما خلاش عندنا كوادر مصرية تستطيع ان تكون بهذا العمل شوف كلامك ده مضبوط مئة شمية انا ما مزكت الاثار في 2002 عملت حاجتين قلت لازم اول حاجة نهتم بالبشر قبل الحجر ونمره اتنين الاقي البعثات الاجنبية احنا بتشتغل والاثر اللي معهم بيخدمهم ما بشتغلش فقمت عامل مدارس لتعليم الحفائر تمام مدارس يتعلمه ازاي يحفره مدارس يتعلمه ازاي يرممه بقى عندي دلوقتي شوف لا يقل عن 500 شاب على اعلى مستوى وانا الامير بدر الدين وزير الثقافة السعودي طلب مني بعثة مصرية من شباب مصري متدربين اللي بيشتغلوا معايا يروحوا يشتغلوا في السعودية فاذا انت دلوقتي عندك البعثات اللي بمسكها من مصطفى وزيري الاجتشافات اللي بعملها فانت دلوقتي بدأت الاول مرة الاثري اللي برافق البعثة ما يبقاش خدام للبعثة يبقى مشارك مع البعثة في العمل العلمي وفي العمل الاثري ويبقى زيهم في كل حاجة وفي نفس الوقت عندنا بعثات بتوازي واكتر بقى من بعثات الاجترابية دلوقتي طيب الديل بيبقى ايه يعني البعثة ما خلي بالك انا 70% من علماء الأصار المصري يتعلموا في خارج انا تعلمت في امريكا فاذا انت الجماعات اللي تيجي دي بتشتغل انت عمل لها قوانين لا يعني اقصد لو البيعثة جت واكتشفت اكثر لا مهما تكتشف الاثار المصرية كلها مصر يتاخدها عظيم البيعثة بتدين ايه بعد تجارية مفيش ديل غير انت بتكتشف الكباية دي بتكتب عنها كتاب او بتكتب عنها مقالات لشغلتك لانت استاذ الاثار في جامعة مثلا والدولة تتحمل التكلفة لا اه هو اللي يتحمل كل حاجة انت تسمح له فقط الدولة احنا عندنا لجنة اسمها اللجنة الدائمة لاثارة في اسرائيل احنا بنتعامل فقط مع المؤسسات العلمية والمتاحف بتقدموا بطلب احنا عايزين نشتغل في الدهشور فبنشوف البعثات رئيس البعثة عالم اثار كذا بيروح الامن القومي بيروح الامن الدولة بيروح المخابرات الحربية لازم يوفقوا على المكان ووفقوا على الناس ومنفس الوقت الشروط بقى اللي بتتحط اذا اكتشف حاجة لازم يبلغ الاثار الاول ماينفعش هو يروح يكتشفها هو بيروح الواحده في كل الاحوال ماينفعش اللي بيكتشف الحاجات بيصورها وبيكتب عنها الكتب لكن بيكتشف